موسيقى التحية تأتيكم مشاهدين من نشرة الأخبار من الإمارات والبداية دائما من أهم وأبرز العنوين رئيس الدولة ونائبا يعزون شيخ الأزهر بوفاة شقيقته موسيقى الإمارات رفعت سقف طموحات العمل المناخي في مؤتمرات الأطراف المقبلة موسيقى وشرطة الفجيرة تفوز بجائزتين مرموقتين في منظمة الأفكار البريطانية موسيقى الفجيرة للثقافة والإعلام ومركز باحثي الإمارات يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي الفجيرة حراك ثقافي وإبداعي متميز يرسم خارضة المستقبل موسيقى إلى التفاصيل بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وعبر فيها عن خالص تعزيه وصادق موساته بوفاة شقيقته كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبير عه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد ألنهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقية تعزية مماثلتين إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اتفاق الإمارات التاريخية الذي تم التوصل إليه العام الماضي رسم خريطة طريق مهمة أمام تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل هذا ما أكده مسؤولون دوليون ومراقبون مشاركون في مؤتمر الأطراف كوب 29 والمنعقد حاليا في باكو عاصمة أذربيجان بدورها أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة أثبتت ريادتها في قيادة العمل المناخي أكد مسؤولون دوليون ومراقبون مشاركون في مؤتمر الأطراف كوب 29 المنعقد حاليا في باكو عاصمة أذربيجان أن دولة الإمارات ومن خلال صدافتها ورئاستها النسخة السابقة من المؤتمر كوب 28 رفعت سقف ضموح العمل المناخي العالمي خلال مؤتمرات الأطراف المقبلة لافتين إلى أن اتفاق الإمارات التاريخي الذي تم توصل إليه العام الماضي رسم خريطة طريق مهمة أمام تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة أثبتت ريادتها في قيادة العمل المناخي والذي ظهر جلياً خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف كوب 28 العام الماضي والخروج باتفاق الإمارات التاريخية الذي حظي باهتمام العالم وقالت معاليها في تصريحات اللوام إن الإمارات تشارك في مؤتمر كوب 29 بوفد رفيع المسا ويضم أكثر من 90 جهة اتحادية ومحلية ومن القطاع الخاص والمجتمع المدني بهدف إبراز جهود وقيم الدولة المرتبطة بشكل أصيلين بمبادئ الإستدامة والحفاظ على البيئة والعمل المناخي على المستوى العالمي دولة الإمارات دائماً تؤمن بأن التواجد في هذه المنصات متعددة للأطراف والعمل على التعاون الدولي هو الحمل الكثير من التحديات التي تواجه العالم الآن ومع ذا رأسها العمل المناخي والتغير المناخي وخلال هذه المشاركة يتواجد جناح دولة الإمارات على أرض هذا المؤتمر ومن خلاله نجد مشاركة أكثر من 67 برنامج أكثر من 252 متحدث من أكثر من 40 جهة ساهمت في المحتوى الذي نبرز من خلاله السرد القصصي لقصة دولة الإمارات مع العمل المناخي وإنجازاتها ليس فقط خلال الكوب 28 ولكن على مدى قصة وتاريخ الاتحاد ومن خلال العمل ضمن هذا المؤتمر نعمل بإذن الله مع جميع الدول وجميع الأطراف لضمان استمرارية العمل وضمان استمرارية تطبيق متطلبات اتفاق الإمارات التاريخي وأيضاً العمل مع مختلف الجهات ومختلف الأطراف لتحقيق توجهات العمل المناخي العالمي والإبقاء على مسار 1.5 ضمن خطر العمل المناخي وأكد المشاركون في مؤتمر الأطراف كوب 29 أن صدافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف كوب 28 العام الماضي يجسد دورها العالمي البارز في دعم الجهود العالمية للعمل المناخي والسراتيجيتها لتصبح أمة خضراء فرغم كونها دولة منتجة للنفط فهي تحتضن العالم لاتخاذ إجراءات ومبادرات ملموسة إلى مرحلة جديدة وأن يشارك الجميع في التحول الأخضر بلا استثناء في كلمته الافتتاحية في المنتدى الأول الحواري بين الثقافات والأديان الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع سفارة جمهورية النمسا لدى الدولة ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتسامح الذي استضافته بيت العائلة الإبراهيمية بأبو ظبي أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك ألنهيان وزير التسامح والتعايش التزام دولة الإمارات بإرساء دعائم المجتمع القائمة على التعايش السلمي والتسامح أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك ألنهيان وزير التسامح والتعايش التزام دولة الإمارات بإرساء دعائم المجتمع القائم على التعايش السلمي والتسامح تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله الذي يدرك أن التسامح هو السبيل لتعزيز التعاون والتفاهم وبناء جسور التعرف على الآخرين من الجماعات والثقافات المختلفة وقال معلي في كلمته الافتتاحية في المنتدى الأول للحوار بين الثقافات والأديان الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع سفارة جمهورية النمسا لدى الدولة ضمن فعليات المهرجان الوطني للتسامح الذي استضافه بيت العائلة الإبراهيمية بأبوظبي إن التسامح يساعد في معالجة القضايا البيئية المهمة وحل النزاعات والخلافات السياسية وإن صاحب السمو رئيس الدولة يؤمن إيمانا راسخا بأن التسامح والأخوة الإنسانية سيسهمان في تحديد مسؤولياتنا الفردية والجماعية للعمل معا من أجل رفع راية السلام والحفاظ على كرامة الإنسان وتنمية مجتمعاتنا المحلية والعالمية مستذكرا قول سموه تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجا يحتذا به للتعايش بين مختلف الثقافات التي تمثل الملايين من المقيمين على أرضها وأوضح معالي أن من بين الأسباب العديدة التي تؤكد أهمية هذا المنتدى حول الحوار بين الثقافات والأديان هو تزايد الحاجة إلى السلام العالمي والتفاهم واحترام ثقافات ومعتقدات الآخرين مؤكدا أن العمل معا والتفكير معا هما السبيل لتحقيق ما يعيدنا به الإبداع البشري لمجتمع عالمي مسالم ومزدهر قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الحرس الوطني المركز الوطني للبحث والإنقاذ بتنفيذ مهمة إسعاف جوي لمصاب في العقد السابع من العمر وتعرض لوعكة صحية المفاجئة خلال تواجده في المملكة العربية السعودية الشقيقة وبتعاون ودعم السلطات السعودية تم تنفيذ عملية الإسعاف الجوي للمصاب من المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد تلقيه العلاج في مستشفى الملك خالد إلى مستشفى ميد كلينك في دولة الإمارات لاستكمال العلاج وفي هذا الصدد تثمن وزارة الخارجية جهود السلطات السعودية ودورهم البارز في تقديم الدعم لقنصلية دولة الإمارات في جدة بهدف إنجاح مهمة الإسعاف الجوية حققت القيادة العامة لشرطة الفجيرة إنجازا عالميا جديدا يضاف إلى سلسلة إنجازاتها حيث فازت بجائزتين مرموقتين ضمن جوائز الأفكار البريطانية لعام 2024 فقد حصدت المركز الأول في فئة الصحة والسلامة عن فكرة منصتك أو منصة صوتك سلامتك لإضافة إلى جائزة المحكمين لأفضل الأفكار الابتكارية المطبقة عن مشروع جهاز مكاني وجاء هذا التتويج بعد منافسة قوية مع مجموعة كبيرة من الأفكار المشاركة من مؤختلف أنحاء العالم خلال المؤتمر السنوي للأفكار البريطانية 2024 والذي يقيم في مدينة مانشستر بالمملكة المتحدة هذا وعرب سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجير عن فخره بهذا الإنجاز العالمي المتميز مؤكدا أن هذه الأفكار الإبداعية جاءت نتيجة للدعم والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرق عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة حفظه الله وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرق ولي عهد مرة الفجيرة حفظه الله والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد ألنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية هذا وأشار إلى أن هذا الفوز يعكس اهتمام القيادة العامة لشرطة الفجيرة بتحفيز الابتكار وتحسين جودة الحياة في بيئة العمل بما يخدم المصلحة العامة نظمت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بالتعاون مع كلية القانون في جامعة العلوم والتقنية في الفجيرة ورشة عمل متخصصة بعنوان المشكلات القانونية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي وأتحدث فيها الدكتور محمد حسن عبدالله أستاذ القانون المدني المشاركة تناول من خلالها أبرز المشكلات والتحديات القانونية التي أفرزتها تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجتمعين المعاصر وشملت الورشة مناقشة مواضيع مهمة مثل انتهاكات الخصوصية وحماية البيانات ومشكلات المسؤولية القانونية عن الأضرار الناجمة عن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى جانب التحديات المتعلقة بنسب حقوق الملكية الفكرية للمصنفات التي تنتجها تلك الأنظمة كما تم تسطيط الضوء على الحاجة إلى تطوير التشريعات القانونية لمواكبة تطورات تكنولوجية السريعة وضمن حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وأهمية التعاون بين الجهات الأمنية والأكاديمية لرفع مستوى المعرفة بالقوانين والممارسات الأمنة باستخدام هذه التقنيات المتقدمة هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ومركز باحثية الإمارات للبحوث والدراسات التابع لمؤسسة الإمارات للعلوم والبحوث يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التبادل الثقافي والمعرفي وذلك على هامش مشاركة هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في الدورة الثالثة والأربعين من معرض الشارق الدولي للكتاب في إطار تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي والاستفادة من الخبرات في مجال توثيق البحوث والدراسات وقعت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ومركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات التابع لمؤسسة الإمارات للعلوم والبحوث مذكرة تفاهم وذلك على هامش مشاركة هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام في الدورة الثالثة والأربعين من معرض الشارق الدولي للكتاب وشهد توقيع المذكرة كل من سعادة ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والدكتور فواز حبال الأمين العام عضو مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات وأكد سعادة ناصر اليماحي أن المذكرة تهدف إلى تبادل المطبوعات والمنشورات الخاصة بالتراث والأدب والثقافة بجانب إصدار كتب مشتركة بين الهيئة والمركز تختص بالمروث التراثية بإمارة الفجيرة نهدف في توقيع هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من ما تملكه هذا المركز من توثيق البحوث والدراسات وخاصة فيما يتعلق بالثقافة والإعلام والتراث والأدب أيضا نهدف من هذه الاتفاقية تبادل كثير من المطبوعات والمنشورات الخاصة بالتراث والثقافة وأيضا إصدار كتب مشتركة بينه وبين المركز التي تضم كثير من الموروث التراثي والثقافي في الإمارات الفجيرة والدولة الإمارات أيضا نهدف من توقيع هذه الاتفاقية إلى تبادل الخبرات والمعارف وأيضا المفكرين والأدباء وأيضا العمل المشترك الخاص بالمؤتمرات والفعاليات تنظمها الهيئة تنظم كثير من الفعاليات من خلال تعاوننا مع المركز من نظم كثير من الفعاليات والمؤتمرات والتعلق والورش العمل التي تعلق بتطوير القدرات ومهارات العاملية في المجال التقافي والأدب والإعلامي أيضا وأيضا الاستفادة من خبراتهم في علاقاتهم الدولية لجذب كثير من الفاحثين والمفكرين من خارج دولة الإمارات ليكونوا يشاركوا معنا في هيئة الوجهلة والثقافة والإعلام للمؤتمراتنا والفعاليات نظم طوال العام من جانبه أكد الدكتور فواز حبال أهمية المذكرة ودورها في دعم إصدارات الهيئة وتحويلها إلى مصدر علمي موثوق للنشر في المكتبات العالمية والأكاديمية الحمد لله اليوم تشرفنا بتوقيع مذكر تفاهم مع هيئة فجيرا وتقافي الإعلام طبعا بتوجيهات ساعات ناصر الاماحي بتوجيهات سمو الحاكم إمارة فجيرا ومتبعات سمو والإلاعات فجيرا اللي هو كان دوم يحفظ وداعم أساسي لأهمية البحث العلمي كأداء في صنع القرار كأداء داعمة للنشر العلمي والبحث العلمي والأساس في هلف التفاقية هي دعم أو إبراز المصدرات التقافية والعالمية اللي تصدرها هيئة فجيرا وتقافي علام وتحويلها كمصدر علمي موثق للنشر في المكتبات العالمية والأكاديمية ومن شأن المذكرة أن تفتح الباب أمام تبادل الخبرات وإقامة فعاليات وويرش عمل تطور مهارة العاملين في المجال الثقافي والأدبي والإعلامية مع الاستفادة من علاقات المركز الدولية وما تنتج عنها من جذب المفكرين من خارج الدولة يشهد الحراك الثقافي في مرة الفجيرة زخما وتنوعا كبيرا تختبر من خلاله مختلف الصنوف الأدبية والفنية والفكرية والفلسفية مسارا نابضا بالحيوية والإنجاز في شتى حقول الإبداع محقق النجاحات متميزة ما جعل الإمار وجهة متفردة تقدم لأصحاب الفكر والمشتغلين في المجالات الثقافية والفنية والأدبية المعاصرة فرصة للتعبير والنقاش وتوسيع دائرة التبادل المعرفي البناء مسيرة ثقافية وفكرية تنم عن شغف في استكشاف آفاق الإبداع والجمال تتباين بين سطورها أحرف النجاح وألوان التميز لترسم واقعا معرفيا يكتسي أثواب التفرد والتجدد عند كل محطة يفضي إلى فضاءات علمية وفنية وفلسفية لا تركن إلى قيد أو حد تلاحق ضياء العلم ونور المعرفة أينما شع وميضه هي الحركة الثقافية الزاخرة النابضة بالحياة في إمارة الفجيرة نشاط ثقافي حيوي ونوعي غني بمساراته في مختلف الحقول تشكلت محركات نموه برؤى تدعم تأصيل المشهد وتكفل الارتقاء به الأعلام والشعر والفلسفة الكتاب والخط والزخرفة وفنون جميلة متلألئة تستقي لحن نجاحها المبهر من نغم يصدح في سماء الإبداع تسعت رقعة الإنجاز وغدت أكثر ثراء وطموحا بمزيج ملون من الفعاليات والملتقيات والمنتديات والمؤتمرات والمعارض يتهافت عليها المثقفون والمهتمون تتبنى صياغا مغايرة ونموذجا مؤثرا للعمل الثقافي في ضوء الحرص الكبير على حسن التخطيط والإنتاج تفي بغرض تعزيز الارتباط بالقيم وحفظ الموروث والأعداد السليم للأجيال حالة انطلاق مستمرة للحياة الثقافية يلمس نموها كل متابعا للتطورات ضمن مناخات ملائمة للإبداع تحتضن التميز والفرص الحقيقية للتقدم للنهوض بسائر متطلبات واحتياجات المجتمع الثقافية وتمتين ركائزها وحفظ المنجز براقا متطورا قابلا للالتقاء والارتقاء بتكويناته الثقافية في عدة اتجاهات جدارة موثقة تمنح الفعل الثقافي وهجا وألقا يطوف بين فصول الأدب والشعر والمسرح وجوهر الفكر والفلسفة لرسم فسيفساء ثقافية فاعلة ومؤثرة توجى أبطال منتخب القوس والسهم ونادي الفجيرة لألفنون القتالية بثلاث ميداليات في بطولة غرب آسيا والتي قيمت في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من السابع إلى الثالث عشر من نوبمبر الحالي بمشاركة مئة وخمسين لاعبا ولاعبة من عشر الدول وحصلت علياء العلي على ذهبية فرد ناشئات قوس أولمبي والفضية كانت من نصيب علياء وهداء العلي في فئة فرق ناشئات وحصل يوسف العوضي على فضية في فئة فرق رجال قوس أولمبي يذكر أن تشكيلة منتخب الإمارات ضم ثلاثة وعشرين لاعبا ولاعبة وحصد ستة عشر ميدالية ملونة النشرة مستمرة مشاهدين وتتابعون فيها بعد الفاصل جهود إماراتية لإعادة تشغيل ودعم المخابز والتكيات في قطاع غزة أهلا بكم مشاهدين من جديد ترأست معالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء وفد حكومة دولة الإمارات المشارك في الاجتماع رقم خمسة وعشرين للجنة الوزرية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة في دولة قطر وتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع الرابع والعشرين للجنة وسير التقدم في تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار الأدوات التشريعية اللازمة للتنفيذ إضافة إلى مناقشة أليات أو ألية تسريع تصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في هذا الشأن كما تمت مناقشة مذكرة المركز الإحصائي الخليجي بشأن سير العمل في دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع السوق الخليجي المشترك والبرنامج الزمني المحدث لإنجاز هذا المشروع وتوصيات المركز في هذا الشأن قام متطوع عملية الفارس الشهم ثلاثة بإعادة تشغيل ودعم المخابز وتكيات في ظل تفشي الجوع وإغلاق المعابر بقطاع غزة واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة في إطار عملية الفارس الشهم ثلاثة الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله لدعم الأشقاء الفلسطينيين حيث قام متطوع عملية الفارس الشهم ثلاثة بإعادة تشغيل ودعم المخابز والتكيات في ظل تفشي الجوع وإغلاق المعابر بقطاع غزة وقدم متطوع عملية الفارس الشهم ثلاثة ألاف الوجبات الغذائية على العائلات النازحة في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء التي يعيش فيها ألاف السكان بعد الخروج من منازلهم قصرا وذلك ضمن مشروع تكيات الخير الإماراتية التي تهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية والطعام للأسر النازحة في قطاع غزة وتسعى عملية الفارس الشهم ثلاثة إلى تقديم المساعدات للفئات المتضررة كافة في قطاع غزة لإسعاف الوضع الكارثي الذي تعيشه العائلات حيث تقدم المواد الغذائية لهم وتحاول الوصول للفئات المتضررة كافة لمساندتهم ودعمهم بالمستلزمات الأساسية كافة وتقدم المساعدات في مراكز الإيواء وفي مخيمات النزوحة وإسعاف الوضع الكارثي في القطاع بعد توقف دخول المساعدات إليهم ما تسبب في ارتفاع احتمالات مجاعة حقيقية تصيب سكان القطاع كافة وفق تقديرات لمنظمات إغاثية دولية آخر أخبار المال والأعمال مشاهدين نتابعها سويا مع زميلة نداء عربيات أهلا بك نداء أهلا سارة تفاصيل هذه الأخبار نتابعها خلال الجولة الاقتصادية إلى كيندا أهلا بكم أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي مجموعة كيزاد وشركة بايب تيك سوليوشنز مانيفاكترينج ومقرها دولة الإمارات توقيع اتفاقية مساطحة تمتد لخمسين عاما لإنشاء مصنع متطور للثني وتقويس الأنابيب الفولاذية في منطقة كيزاد أليف أي كيزاد المعمورة وسيلبي المصنع احتياجات عملاء الشركة في العديد من القطاعات الصناعية وتستثمر بايب تيك سوليوشنز مانيفاكترينج ما قيمته مئة مليون درهم لتطوير المصنع على مساحة ثمانية عشر ألف متر مربع وسيعتمد المصنع على تقنية ثانية الأنابيب بالحث الحراري المتطورة لتقديم حلول هندسية دقيقة وعالية الجودة وتلبية احتياجيات قطاع النفط والغاز والبناء والبترو كيمويات والطاقة والسيارات والفضاء وبناء السفن أيضا ويعمل المصنع المقرر أن يبدأ تشغيله قريبا وفقا لأعلى معايير السلامة والجودة العالمية ملتزما بالمعايير الدولية لسلامة المعبدات الميكانيكية والمبادئ التوجيهية البيئية ويتمشى نهج بايبتيك في تبني مبادئ الاستدامة البيئية في جميع عملياتها التصنيعية مع رؤية كيزاد لبناء بيئة صناعية مستدامة والحد من التأثير السلبي على البيئة قامت طيران الإمارات وفلاي دبي بتشغيل أكثر من 1.5 مليون رحلة منذ عام 2017 ونقلتا أكثر من 19 مليون مسافر خلال سبعة أعوام عبر الشبكة المشتركة وهو ما يعادل مجموعة عدد سكان مدينتي باريس ونيويورك ووفق بيان صحفي صادر اليوم بمناسبة مرور سبعة أعوام على شراكة الناقلتين فإن الجمع بين قدرات طيران الإمارات وفلاي دبي أتاح إمكانية وصول المسافرين إلى شبكة مشتركة تضم أكثر من 225 وجهة في أكثر من 100 دولة في مختلف أرجاء العالم ووفرت الشراكة لمسافري الناقلتين وصولا استثنائيا إلى شبكة رحلات واسعة إذ يمكن لمسافري طيران الإمارات استكشاف أكثر من 118 وجهة ضمن شبكة رحلات فلاي دبي بينما يمكن لمسافري فلاي دبي الوصول إلى أكثر من 136 وجهة ضمن شبكة رحلات طيران الإمارات ويمكن للمسافرين الاختيار من بين 275 رحلة مشاركة بالرموز كل يوم في المتوسط أكد تقرير حديث لميرسر أن أكثر من ربع المؤسسات أي 28.2% منها تخطط لزيادة عدد العاملين لديها خلال عام 2025 ما يشير إلى وجود طلب على المواهب وكشفت ميرسر عن نتائج استطلاعها السنوي الذي يحمل عنوان استطلاع إجمالي الأجور عن توقعات بارتفاع إجمالي الرواتف في الإمارات بنسبة 4% في جميع القطاعات خلال عام 2025 وتم استطلاع أراء أكثر من 700 شركة في دولة الإمارات في عدد من القطاعات تشمل الطاقة والخدمات المالية والهندسة والإنشاءات والعقارات والتصنيع وتجارة التجزئة والجملة والخدمات وعلوم الحياة والتكنولوجيا أيضاً منها مشاهدين إلى أسعار الذهب حيث هبط في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 2550 دولاراً للأنصة بحلول الساعة الرابعة و53 دقيقة مساء بتوقيت الإمارات ذلك بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 19 سبتمبر في وقت سابق من الجلسة وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.1% إلى 2557 دولاراً وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في عام مما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين بعملات أخرى كما زادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ شهر يوليو أما بالنسبة لما جاءت عليه الأسعار الشعبية في الدولة لتاريخ اليوم فجاءت كالتالي جاء سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 309 دراهم فقط وعيار 22 إلى 286 درهم إماراتي فقط وعيار 21 إلى 277 درهم إماراتي فقط وإلى أسعار النفط التي استقرت إلى حد كبير اليوم الخميس مع توخي المتعاملين الحذر عقب الانخفاضات الكبيرة للأسعار في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب صعود الدولار ومخاوف من زيادة العرض وسط تباطئ نمو الطلب وارتفعت العقود الآجلة لخامي برينت 41 سنة إلى 72 دولار و69 سنة للبرميل وذلك بحلول الساعة الرابعة و53 دقيقة مساء بتوقيت الإمارات كما انخفضت العقود الآجلة لخامي غرب تكساس الوسيطة الأمريكي 38 سنة إلى 68 دولار و81 سنة وبهذا الخبر مشاهدين ختام أهم الأخبار الاقتصادية للليلة وعود إليك مع باقي أخبار نشارة نصارة شكرا لك ندا على كل هذه الأخبار ومشاهدين الاتحاد النسائي العام يطلقوا بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ومجلس الأمن السيبرانية البرنامج الدولي لتدريب المدربين النساء في المنطقة العربية والعالم حول الحوكم الوطنية للأمن السيبراني والديبلوماسية تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بن تنبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية أطلق الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات ومجلس الأمن السيبرانية البرنامج الدولي لتدريب المدربين النساء في المنطقة العربية والعالم حول الحوكم الوطنية للأمن السيبراني والديبلوماسية السيبرانية والذي استمر يومين بمقر الاتحاد في أبوظبي وبمشاركة نساء من 22 دولة واستهدف البرنامج النساء العاملات في صنع السياسات للأمن السيبراني في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمشاركات في مبادرات السلام والأمن بجانب العاملات في المجال التقنية ممن يرغبن في توسيع ورفض معارفهن بالخبرات التي تؤهلهن للانتقال إلى أدوار السياسات السيبرانية والديبلوماسية السيبرانية ووفر البرنامج المعرفة النظرية والتدريب العملي والتقنيات الأساسية لتيسير في مجال حوكمة الأمن السيبراني والديبلوماسية وذلك بهدف إعداد المدربات من العنصر النسائية لقيادة وتدريب الآخرين في مجال الحوكمة الوطنية للأمن السيبرانية والديبلوماسية السيبرانية وتضمن البرنامج شرحا لمشهد التهديد السيبراني الحالي بما في ذلك مخاطر الذكاء الاصناعي وحوكمة الأمن السيبراني الوطنية وما يجب على الحكومات مراعاته على المستوى الوطنية لتحقيق المرونة السيبرانية من وجهات نظر مختلفة قانونية وتنظيمية وتقنية وغيرها وأكدت سعادة نور السويدي الأمناة العامة للاتحاد النسائي العام أن دولة الإمارات تقدم دورا رياديا في مجال الأمن السيبرانية على الساحة الإقليمية والدولية كما تساهم بصورة فعالة في تشكيل مستقبل الأمن الرقمية على جميع الصعود مع إدراكها لإهمية إشراك المرأة في مسيرة الابتكار والتطوير وإنشاء البنية التحتية الإلكترونية المتقدمة القادرة على حماية المنجزات والمكتسبات الوطنية في بيئة رقمية آمنة وذلك بدعم من القيادة الرشيدة وتشجيع ورعاية من سمو الشيخة فاطمة بن تنبارك أم الإمارات آخر تطورات التكنولوجية مشاهدين مع زميلي شاهر جرار شاهر ما هي آخر التطورات لهذا اليوم شكرا لك سارة وأهلا بك وبجميع المشاهدين سارة أبرز الأخبار هو أن الصين قامت لإطلاق قمر صناعي جديد يقوم على كشف نسفة الملوحة في المحيطات طبعا وأخبار تكنولوجية أخرى دعونا نتابع أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء للكشف عن ملوحة المحيطات من مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة شنشي شمالي الصين وفق الهيئة الوطنية للفضاء الصينية وذكرت وكالة الأنباء الصينية شنفا أنه تم إطلاق القمر الصناعي باستخدام صاروخ حامل من طراز لونغمارش أربعة في وي ثلاثة وخمسين حيث دخل بنجاح المدار المخطط له مسبقا وقالت الهيئة إن القمر الصناعي سيملأ الفراغ في قدرات الصين للقشف والكشف بدقة عالية عن ملوحة المحيطات وتحسين جميع البيانات حول ديناميات المحيطات والعوامل البيئية بالإضافة إلى تعزيز دقة منتجات التنبؤ البحرية الصينية وفي خبرنا التكنولوجي الآخر قالت وكالة الفضاء الوطنية الكورية إن مرسام الهالة الشمسية الذي طورته كوريا الجنبية والولايات المتحدة الأمريكية رسى على محطة الفضاء الدولية بنجاح لتنفيذ مهمته في مراقبة الشمس وغلافها الجوية الخارجية أو الهالة الشمسية وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب أن جهاز تشخيص الهالة الشمسية كوديكس قد أرسى على المنصة الخارجية لمحطة الفضاء الدولية وتمكن من الحصول على الطاقة والقيام باتصالات بشكل ناجح وفقا لإدارة الفضاء الجوية الكورية كاسا أعلنت الشركة المشغلة لمفاعل نووي في شمال شرق اليابان الذي ضربه زلزال مدمر وأمواج تسونامي عام 2011 عن إعادة تشغيله بعد تعليق مؤقت بسبب مشكلة في أحد الأجهزة في هذا المفاعل وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه في أواخر أكتوبر الماضي أصبحت الوحدة الثانية في محطة أوناغوا أول مفاعل يعمل في شرق اليابان منذ الكارثة الطبيعية ولكن تم إيقافه في وقت سابق من شهر نوبمبر الجائد بعد تعطل جهاز فحص داخل وعاء الاحتواء وقالت شركة توهوكو للطاقة الكهربائية المشغلة لمحطة أوناغوا النووية إنها اكتشفت أن صمولة على أحد وصلات أموب التوجيه المصمم لإرسال الأجهزة إلى داخل المفاعل لم تكن محكمة بشكل كافي عندما تم استبدالها فيما يوم ما أدى إلى إيقاف هذا المفاعل بشكل جزئي قالت صنيعة الرقائق الأمريكية إنفيديا إن مجموعة صوفت بنك اليابانية اختبرت أول شبكة اتصالات على مستوى العالم مدعومة بتقنيات الجيل الخامس وتكنولوجيا التكالي الإصطناعي وأوضحت إنفيديا في بيان عبر موقعها الإلكتروني أن عملية الإختبار أجريت بنجاح وأنها اعتمدت على منصة الحوسبة السريعة إنفيديا AI Real وكشفت إنفيديا خلال مقتمر لانتكالي الإصطناعي أقامته في توكيو عن مجموعة من السبل التي تسهم في التعاون بينها وبين سوفت بانك والتي تهدف إلى تعزيز المبادرات السيادية لليابان في مجال الذكاء الاصطناعية وتعزيز ريادتها التكنولوجية على الامتال صار بختام هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الفقرة عود إليك شكرا لك شاهر مشاهدين أخبارنا مستمرة ولكن بعد الفاصل بايدن يجتمع مع ترامب في البيت الأبيض أهلا بكم مشاهدين من جديد وفي أشياءنا الدولية أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق مختلفة من لبنان أسفرت عن مقتل أكثر من ثمانية وسبعين شخصا وإصابة مائة واثنين وعشرين آخرين وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان حتى يوم أمس بلغت ثلاثة آلاف ثلاثمائة وخمسة وستين قتيلا وأكثر من أربعة عشر ألف جريح التقى رئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس المنتخب دونالد ترامب في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض ورحب بايدن خلال اللقاء بالرئيس المنتخب دونالد ترامب وهنأه على الفوز متمنيا أن يتم انتقال السلطة بشكل سالس ويسير من جانبه عرب الرئيس المنتخب دونالد ترامب عن سعادته بوجوده في البيت الأبيض مؤكدا للرئيس بايدن أن انتقال السلطة سيكون في أسهل وضع ممكن وبمنتهى السلاسة إلى روسيا حيث قتل وأصيب عدد من الأشخاص بعدما استهدفت مسيرات أوكرانيا منشأة نفطية غربي روسيا اندلع حريق في منشأة نفطية غربي روسيا وسقط قتل وسط أوكرانيا نتيجة ضربات جديدة متبادلة بالمسيرات في حين تخوض قوات البلدين معارك على جانبي الحدود وقال حاكم مقاطعة بلغرود غربي روسيا إن هجوما شنته طائرات مسيرة أوكرانية تسبب في حريق بمستودع للوقود في مدينة ستاري أوسكول وأضاف أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق مؤكدا أنه لم تقع وفيات أو إصابات من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية دمرت 13 طائر مسيرة أوكرانية وفي المقابل أعلن سلاح الجو الأوكراني أنه أسقط 46 من أصل 110 طائرات مسيرة أطلقتها روسيا الليلة قبل الماضية في غضون ذلك أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل إمرأة وأطفالها الثلاثة جراء هجوم صاروخي روسي على مبنى سكنية في مقاطعة كيريفيريه مسقط رأس الرئيس فلودمير زيلنسكي وسط البلاد وقالت السلطات المحلية إن الضحايا تشيل من تحت الأنقاض مشيرة إلى أن القصف الروسي أصفر عن إصابة 14 آخرين وفي الصياق قال حاكم مقاطعة خاركيف إن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء قصف استهدف مباني سكنية في مدينة خاركيف الليلة الماضية أمطار غزيرة في إسبانيا تسببت بفيضانات أدت إلى إغلاق مدارس وإلغاء رحلات قطارات بعد إسبوعين من الفيضانات المفاجئة في فالانسيا ومناطق أخرى من إسبانيا والتي راح ضحيتها ما يزيد على 220 شخصا وتدمير ألاف المنازل تسببت عواصف جديدة في إسبانيا الأربعاء في إغلاق مدارس وإلغاء رحلات قطارات وفي مقاطعة ملقى الواقع جنوبي إسبانيا غمرت المياه الشوارع فيما تم إجلاء ثلاثة ألاف شخص يقتنون بالقرب من نهر أجوادالا هورسي من منازلهم كإجراء وقائية وأغلقت السلطات المدارس في أنحاء المقاطعة إلى جانب العديد من المتاجر وإلغاء رحلات القطارات بين ملقى ومدريد على خط السكك الحديدية عالي السرعة ولم ترد أنبع عن وقوع أي وفيات وفرضت هيئة الأرصاد الجوية الإسبانية حالة تأهب من المستوى الأحمر في مدينة ملقى موضحة أن منسوب الأمطار المتراكمة بلغ 70 مليمتر في ساعة واحدة كما واجهت أجزاء من مقاطعة تراجون في الشرق أمطار غزيرة وظلت تحت حالة تأهب من المستوى الأحمر ومع هطول كميات غير متوقعة من الأمطار تعرضت أنظمة الصرف الصحي للتدمير ما يزيد من خطر تلوث المياه بالإضافة إلى عدم قدرة السكان على الوصول إلى مياه صالحة للشرب وانقطاع الكهرباء بجانب تدمير شبكات النقل والاتصالات مما أبطأ من توزيع الغذاء والأدوية إلى أخبارنا الرياضية ومشاهدين مع شاهر شاهر مجددا إليك ما هي أبرز الأخبار الرياضية؟ شكرا لك سارة سارة سنتحدث عن المباراة الحاسمة التي سيخوضها المنتخب الوطني بعد دقائق من الآن أمام جيرجزستان في تصفيات مونديل 2026 وأخبار رياضية أخرى سارة دعونا نتابع مشاهدين يخوض المنتخب الوطني مباراة حاسمة أمام ضيفه منتخب جيرجزستان عند الثامنة والربع مساء اليوم على السيد محمد بن زايد بنادي الجزيرة ضمن مشواره بالتصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديل 2026 ويرفع المنتخب الوطني شعار الفوز والخروج بالعلامة الكاملة على أمل تصحيح مساره في التصفيات والتقدم خطوة مهمة في المنافسة على مركز أو على مركز مؤهل لكأس العالم والوصول بالرصيد إلى النقطة السابعة حيث يمتلك المنتخب أربع نقاط في جعبته حاليا وضعته في المركز الثالث للمجموعة خلف كل من أسباكستان وإيران اختتم نادي ليواء الرياضي فعاليات صباق الخيور العربية الثالث على ميدان مدينة زايد في منطقة الضفرة بتتويج الفائزين في شوطي المنافسات لمسافة 1400 متر في كل شوط حضر الصباق وتوج الفائزين سلطان محمد المزروعي مدير الشؤون المالية والإدارية في النادي وأكد المزروعي أن تزايد عدد المشاركين في سباقات النادي يعكس الشغف الكبير بهذه الفعاليات عبرت الفائزات بجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة عن سعادتهن الكبيرة بهذا الإنجاز وأكدنا أن التتويج بهذه الجائزة الغالية سيكون دافعا قويا للوصول إلى النجاحات المختلفة أنا عهود خليفة الكعبي حصلت على جائزة أفضل رياضية إماراتية وحب أشكر الشيخة فاطمة بنت مبارك على هذه الفرصة شكرا أنا بدت مسيرتي من الصف السادس في عمر ويت صغير وأنا الحين طالبة جامعية ومكملة في رياضتي واللي هي الججدسو لهاي السنة قدمت موسم ممتع ومنها جائزة المركز الأول في بطولة قراند سلام موسكو أنا من ضمن يوئي ناشنال تيم في الإمارات ونحن نمثل الدولة في كل بطولاتنا عالمية ومحلية الفترة هي باتر عندي بطولة عالم في 2024 وفي خبرنا الأخير أعلن مجلس أبوظبي الرياضي أن سباق بايك أبوظبي جراند فوندو للدرجات الهوائية سينطلق بعد غد السبت في تمام الساعة السادسة صباحا على مسار بطول 150 كم يبدأ من مهرجان الشيخ زايد في الوثبة في أبوظبي وينتهي في مسار العين للدرجات الهوائية وأكد المجلس أن مجموع جواز السباق يبلغ مليوني درهم وأوضح أن السباق يعد أحد أبرز الفعاليات الرياضية بالإمارات ويعزز جهود أبوظبي في تنظيم فعاليات عالمية المستوى لرياضة الدرجات ويسلط الضوء على أهمية هذه الرياضة ودورها في تحسين صحة المجتمع ختام الرياضة عود إليك سارة شكرا لك شاهر مشاهدين صفحة أخبار منوعة من حول العالم في هذا التقرير ارتدى أربعة أشخاص ملابس الدبابة وألحقوا أضرارا بسياراتهم الفاخرة في محاولة للاحتيال على شركات التأمين في ولاية كاليفورنيا يوم الأربعاء وقد أثرت الشكوك عندما تم تقديم مطالبة بمقاعد ممزقة وأبواب تالفة في سيارة رودرايز الفاخرة وهي سيارة حصرية تبلغ قيمتها مئات الآلاف من الدولارات وقال بيان صادر عن إدارة التأمين في كاليفورنيا بعد مزيد من التدقيق في الفيديو حدد التحقيق أن الدب كان في الواقع شخصا يرتدي زي دب بيعت قلادة غامضة مرصعة بنحو 500 ماسة مقابل 4.8 مليون دولار في مزاد بجينيف وكانت تقديرات بيع هذه الجوهرة التي تعود إلى القرن الثامن عشر والتي تحتوي على نحو 300 قيرات من الماسة في مزاد للمجوهرات الملكية والنبيلة الذي نظمته دار سوثبي للمزادات وتشير إلى أن سعرها سيتراوح بين 1.8 و 2.8 مليون دولار ويقول رئيس قسم المجوهرات في دار سوثبي العميل الذي اشتراها يشعر بسعادة غامرة تحتفل الحضائق النباتية الملكية في كيو وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونيسكو بالمملكة المتحدة بموسم الأعياض عن طريق إقامة عرض صوتي وضوئي كبير ويقدم هذا المسار الذي يعتبر ساحرا ويمتد لثلاثة كيلومترات مجموعة من المعارض التفاعلية الجديدة للزوار وذلك في عامه الثاني عشر وستكون شجرة البلوط التركي العظيمة في كيو من بين المعالم البارزة وسيلتف عليها أضواء من نوع LED بطول 6 كيلومترات بهذا الخبر مشاهدين نصل وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار من الإمارات ونشكر لكم حسن المتابعة في أمان الله موسيقى 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 موسيقى